اهلا وسهلا بكم في ادار الخبر ومعكم عبداللطيف اخوان هناك نداء في وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطعة شركة لارام وهذا نداء عظيم وهذه في حقها كانت درسينين نحن هنا في امريكان كنا بغينا نديرها ولكن كانت درسينين هذه ولكن الخير وقتش مما جاء نفعل لا نظن ان كان شيء مغربي لما عنده شيء قصة حزينة ومؤلمة مع شركة لارام خصوصا في العودة في المشيطة في المغرب من بلد الاوروبي الى المغرب من بلد الاقامة الى المغرب غالبا 50% السافريات لا يوجد فيها مشكل ولكن الرجعة من المغرب الى اوروبا او كندا او امريكان تجد دائما مشاكل دائما احيانا تجد بلد الاقامة أنت ويجب ان تنزلوا لك احنا ما عندنا من ديرولك اخوه احنا ما عندنا من ديرولك لا تلقى معه ما تهضر هذا هو مشكلة في المغرب لا تلقى المخاطب مع من سنتكلم واحد الحاجه كثيره او ثاني في الموضفين لارام كل شي كيتهرب المسئوليه ابني كتجي تكلم معهم كل شي تيقول ها ها شوف الاخر كاتمشي عند الاخر تيقول ها 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 هما وكيبدو كيلعبو فيك كيلعبو فيك مارش الكوره وهذا نداء انا كان اشد على ايدي المغاربة كلهم مغاربة العالم انهم يقاطعوا ايدي شركة لارام علش الواحد كيقاطع؟ لانه كيكون غير راضي على الاداء ديالك كيكون غير راضي على الطريقة اللي كتعملوا بها كيكون غير راضي على الاتمينة اللي كتفرضها وبالمناسبة بالنسبة لنا هنا في ميريكان لارام راها شد المونوبول راها محتاكل الخطوط خصوصا الخط ديال نيويورك الدار البيضاء دا باكين خطف ديال فيرجينيا مطار دالاسا والدار البيضاء ما كتخليتها واحد يدخل عها لا هي كتحسن من الجودة ديال تعامل ديالها تعامل ديال المغاربة كمستهلكين ما كتعترف شي بالحقوق ديالهم ولا هي خلات شي طرف تاني يدخل وتهو يزاحمها في السوق وطبعا الاترات هاد المسألة هذي غادت ترتفع للمستوى ديال الخدمة والادع لكن انا اللي بغيت نقول المغاربة انه طالما هناك ضغط من احنا المغاربة وطالما هناك مقاطعة غادت تردخ لارام المطالب ديالنا غادت نقص من التمال وغادت تحسن من الاداء ديالها ديال الموظفين ديالها وغادت تخلي دك التلعب ديالها ودك الاستهتار ديال بالمغاربة زيما احنا غير مغاربة احنا غير مغاربة لكن اي طرف اللي كي يعملك بها الطريقة فره المفرط هو انا هو المستهلك انا اللي كان احطيه فرصة واحد الاخ كان عارفه في نيويورك واحد نهار كان بغيت نشارك معاكم واحد القيصة ترتليه كان غادي من نيويورك للدار البيضاء اشترا التذكيره دياله هو العائلة دياله ليش غير مغاربة هو التذكيره دياله وقالوا ليه تمشل الطياره دك التذكيره اللي عنده البيي فيها الرقم ومشال الرقم ديال الكورسي اللي غادي يقلص فيه يلقى فيه شي واحد وقالوا عنده دوك الموظيفين وموظيفات غالبا كانوا يعارفينه حيث مجدل المؤامرة لانه بلاصه باعوا وشراو فيها قالوا ليه لارا الطياره عامره وانتا غا تمشي واقف لغاز فلارد هاكو بلاحشمه بلاحية منيح تجعله ومشال كوماندون ديال سميتو ديال الطياره كبيرو هم الذي علموهم السحر وشنو غيقول ليه؟ قال ليه الله يخليك بغيناك تصبر معانا صبر معانا وهذا هو القالب اللي بزاف ديال الادارات كيقلصوا بليه على المواطن المغربي كيالله صبر معانا صبر معانا علش اخوان صبر معاك مالك تتقاسم معاي الارباح ولا في ساعة الحزاكات يقول لي نصبر معاك ومالك تدخل الارباح كل لو كنا كانت تقاسموا معاكم الارباح نصبروا معاكم علش يصبر معاكم مسكين لكنك يعجبني هذا المغربي هذا وهو من الناس اللي كينتافض على الكرامة دياله وما كيفردش في الحقوق دياله اقل ليهما ما كنعرفش أنا دياله من المغربي يقول لي شنون نديرو قال ليه دير دوميتور دور الطيارة ورجعني النيويورك وخلقوا له بلاسه يعني ذك الذك القالب اللي بغات له نقلسو عليه هو ما قلشش عليه ما تتسرطاتش ليش وبالفعل جابو له بلاسه ومشال الرحلة دياله من نيويورك هدار بدا سبعة ديالسواع لا يجب عليها هذه الناس بحلوه بحل الناس لكن لو ما انتفضش ولو سمح بحقه ولو قال لي هون بحل ذك ذك القول البئيس المسمومة ديال بعض المغاربة من يقال المنكر ويقول ولا حوله ولا قواتي لابله هذا ما قاش دك الكلام البئيس ديال حوله ولا قواتي لابله لا هذا يغير المنكر بيديه وانتفض على الكرامة دياله وما خلوش يضحكوا عليه وما خلوش يكلوه في الحقوق دياله وطاول بلصة دياله ومشي قالس بكل كرامة وبكل عزة اللي يستحقه كمواطن مغربي شريت تذكيرها ديال الطيارة والفروض يعني من امسط الحقوق الى شريت تذكيرها ديال الطيارات مشي قالس راماشي الكار هذا مشي كار ولا طوبيس اما حكاية الطوبيسات هذي غير حديث ولا حرج فهذا المقاطعة ستنجح طالما نحن سنستمروا ونلتازموا بها وما كانش مغربي نشد لارام ومشي مع اي خطوط اخرى ولو فيها اسكر ما كانش مشكيش حامرة تنزل في المغرب مره في العام مره في كل سنتين ومشي خطوط اخرى طال الله الحر الخطوط والمعاملة ديالهم احسن والخدمة ديالهم ممتازة والاسعار تنافسية فعني والتاريخ ما كانش مقاطعة في التاريخ فشلات ومعطرش الاكل ديالها طالما الاطراف ديالها ملتزمين بها وارجعوا للتاريخ يا اخوان ما كانش مقاطعة ما نجحات طالما انت ملتزم بها وذلك الضغط اللي كاتمارسه على ذاك الطرف اللي قاطعت ايه انك تخلي ذاك الضغط طالما هو مستاجبش ما ما غادش نعطيك فلوسي وما غادش نتعامل معك أنا ما كان المقاطعة ماشي هي عنف ماشي هي طورة مسلحة ما غادش نتعاملش معك ما غادش نتعاملش معك ومعطيك فلوسي خليك خليها الطير خاوية كما قالوا خليه ريب خليها الطير خاوية هذا هو الشعار دينا خليها طير خاوية ومقاطعة حتى النصر وكشكركم على المتابعة ما تنسوش دول الإعجاب واشتركوا معنا في القناة بس يجيكم الجديد دينا كان معاكم عبداللطيف شكرا جزيلا ومقاطعة حتى النصر